يلا نروح لزي النهاردة الحقيقة النهاردة فيه أخبار كتير حلوة في زي النهاردة هاخدكم ونرجع لألف تسعمية أربعة وتلاتين الإزاعة المصرية بتبدأ بثها الأول للمرة الأولى وفعلا عرفت مصر الإزاعة في مرحلة مبكرة عن باقي الإزاعات العربية فكان أول ظهور لها عن الف تسعمية خمسة وعشرين وده كان بعد ظهور محطة إزاعية أو أول محطة إزاعية في العالم بخمس سنين وكانت بدايتها في شكل إزاعات أهلية بيملكها أفراد أما بقى في 29 مايو 1934 تم إيقاف جميع الإزاعات الأهلية وإيه اللي حصل؟ تم إنشاء الإزاعات اللاسلكية للحكومة المصرية وبالتحديد الكلام ده كان زي النهاردة 31 مايو 1934 وبالفعل بدأ بث الإزاعة اللاسلكية المصرية وانطلق صوت المذيع المتقلق أحمد سالم مفتتحا البث الإزاعي وهو يقول هنا القاهرة سيداتي وسادتي وكانت أولى صهرات الإزاعة المصرية في أول يوم من عمرها كمان بقى القارئ محمد رفعت هو صاحب التلاوة الأولى في هذه الإزاعة الوليدة وكان كمان من أول المذيعين محمد فتحي الذي عرف بلقب كروان الإزاعة وطبعا العظيمة أم كلسوم وعبد الوهاب والشاعر علي الجرام وكمان صالح عبد الحالي والمونولوجست محمد عبد القدوس وطبعا فيك الكثير من الموسيقيين منهم متحة عاصم وسامي الشوا واستمر الإرسال في اليوم الأول يعني حوالي ست ساعات وفي يوم ميلاد الإزاعة المصرية طبعا ما نقدرش أبدا إلا نكون حسين بالفخر والاعتزاز والامتنان لوجود أيكونة مصرية خالدة دايما في تاريخ وفي أزهان كل مستمعيها من زمان لغاية دلوقتي والموضوع ده هيبقى فارق كمان لكل محبي الإزاعة ففي حاجات كده هنا القاهرة إزاعة الشرق الأوسط كلمتين وبس أنا بتكلم على البرامج فسبحان الله الحاجات الحلوة دي بتدينا ذكريات كلنا ما نقدرش ننساها طيب تعالوا بقى نروح لزي النهاردة 49 كان ذكرى ميلاد الممثل الكوميدي الجميل البشوش يونس شلبي وبالفعل ولد يونس شلبي عام 1941 بمحافظة المنصورة وكمان على طول التحق بكلية التجارة وده كان بعد حصوله على شهادة البكريليوس بالمعهد العالي للفنون المسرحية مش بس كده ده كمان تخرج من قسب التمثيل وبدأت مشاركته الفنية بسرعة في المشاركة في مصرحية القاهرة في ألف عام وبعد كده شارك طبعا في المصرحية المميزة اللي كلنا ما نقدرش ننساها مدرسة المشاربين ودي طبعا بتعدم من أبرز أعماله وحقق من خلالها نجاح كبير جدا وقدر أنه هو يدحك الجمهور بشكل كبير جدا جدا وفي كل جملة كان بيقولها في المصرحية كان ليه بصمة وعلامة وكمان كان له مشاركة مميزة جدا في مصرحية العيال كبرة اللي كمان حققت نجاح كبير جدا جدا وما زالت أيكونة للضحك وارتبط إزعيتها حتى أن احنا لازم نشوفها كل عيد مدرسة المشاربين أو العيال كبرة يبقى إحنا كده بنعيد حتى الآن كمان لسه بيبقى فيه إزاعات كثيرة جدا جدا لأعماله لأنه شارك في أعمال كتير وشارك في أكثر من مصرحية منها آخر كلام في السعودية الدبابير كمان السول والحرامي الوادي الجن وكمان أعمال تانية كتير أما بقى بالنسبة للسينما فيونس شرب الحقيقة ابتدى بشواره سنة 75 كلام ده كان في فيلم الظلال في الجانب الآخر وكمان قدم أدوار صغيرة يعني في حوالي كده 77 فيلم سينمائي وكمان قدم عدد قليل من يعني من الأفلام اللي شارك أو قام بطلتها وكان من أبرزها العسكري شبراوي ريو اسكينة مغوري في الكلية سفح كرموز وكمان الشويش حسن وما ننساش طبعا فيلم عليش دخل الجيش ورجل في سجن النساء أما بقى حالة فريدة مميزة هتعيش أجيال وأجيال كلنا استمتعنا بيها أثناء طفولتنا وهي شخصية بوجي اللي كلنا بنحبها وكانت من أشهر مسلسلات الأطفال وخصوصا العرائس المتحركة في جيل التمانينات فطبعا لسه عيشة في أزهنة واستمتعنا بشكل كبير جدا بأداءه لشخصية بوجي اللي قدم طبعا معه شخصية طمطم الفنانة القاديرة هالة فاخر على مدار سنوات حتى توفى في 12 نوفمبر 2007 ربنا يرحمه يا ربه ويمكن هو فعلا بشوش وشه ملائكي بيبي فيس كده زي ما احنا بنقول وكان من أكتر الفنانين اللي ممكن يدحكوك بالفترة هو ملامحه وطبيعة أداءه تدحكك حتى من غير ما يتكلم طيب مش أنا كلمتوكو بقى عن نحنا نوقف تدخين كلمتوكو عن الموضوع ده تحديدا لأنه زي النهاردة 31 مايو هو اليوم العالمي للكف عن التدخين أو الإقلاع عن التدخين وهي مناسبة عالمية طبعا بيتم الاحتفال بيها في 31 مايو من كل عام واللي طبعا أقرتها منظمة الصحة العالمية 1987 وده طبعا كان يعني اتجاهي أخدته نحو إصارة أو توجيه الرأي أو توجيه نظر الرأي العام لمدى أهمية الأثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وأثاره على الصحة العامة وطبعا تسكير الشعوب بالمخاطر اللي بيسببها التدخين سواء كان على مستوى حياة الأفراد أو على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات معا وتفعيل إجراءات المكافحة والسيطرة على هذا الوباء الخطير وهقول لكم كمان أنه فيه سياسة جديدة حتى ببعض الدول قلت لك إحنا مش عايزين نزرع تبغى عشان إحنا عايزين نزرع مواد غذائية نسفيد منها بدل ما إحنا بنزرع تبغى ده هيكون معنا في أخبارنا العالمية عشان كده النهاردة فيه تأكيد شديد جدا على مدى أهمية الإقلاع عن التدخين من كل النواحي اشتركوا في القناة